وصلنا لنهائي بطولة بسكريم وفي الجول والمنافسة الكبيرة على الجائزة بلاي ستيشن 5 مقدمة من بسكريم وصلنا للنهائي اللي حيكون طرفيه يوسف وبودي ويوسف وبودي مش أغرب عن بعض لعبه مع بعض أكتر من نهائي لبطولات سابقة فالأول يعني نبدأ بيوسف يوسف أصعب ماتش واجهته في خلال بالمرحلة دي عشان توصل للنهائي كان ميت والله ايه في السامي فاينة لابلت مرسي مرسي من الناس المحترفين اللي جمتين جداً ولعبهم كويس جداً فده كان عصعب ماتش كسبت فريق جون واحد وكان مبارا صعب يعني كان عصعب مباراة بودي وانت يعني امتى حسيتك وانت ممكن تخرج من البطولة نص النهائي ضد الريدا الريدا من أحسن لعبها مش في مصر بس في أفريقا كلها ماتش خالص في الآخر فكان ماتش خمسين خمسين اللي كسب هو بس الموفق واس اه واخر تصنيف ليك طلع على أفريقيا كنت الكاب والله ايه والتصنيف كل شوية بيتغير بس انا فاطر مفارقت الرابع وكل شوية التصنيف بيتغير مش حاجة سابقة اه وانت بي انا اخر تصنيفي تصنيفي التالت وبس ايه كل شوية فلا بيتغير اصلا متقارب يعني رابع وتالت طب انا عايز بقعرف من حد فيكو يعني التصنيف اصلا بيتحسب ازاي الناس اللي ما تعرفش يبعارفين يعني دوما مش يعني لما يقولك التالت على أفريقيا تتعفر خبه ونسبة ايه هو كل سنة بيتعامل تصفيرات من الشركة اللي عاملة اللي عبزت نفسها فبس انت بتقعد هما بينزلوا ازاي تصعد لها وبيبقى فيه تصفيرات على كده فالترتيب يعني بتحسب على حسب انت خلصت في المركز كان في التصفيرات دي واس اخر مواجهة بينكو على بطولة كنت انت الكسبان ايه رايحة جاية بين احنا الاتنين احنا صحاب اخوات ودائما بدينا عب ودائما في النعايات الموجودين ويوروبي دائما يعني فاحنا الاتنين عب فيهم بعضه كويس يعني بس فان شاء الله اللي احسن يكسب مش حد ايز عليه يعني اللي يكسب ان شاء الله يعني اللي يكسب هيخد الجايزة ويعني مبرك عليه عادي انتو الاتنين بتلعبوا بفرنسا لزي كده البوازيك في ميدرفون ايه وفرنسا احسن فريب في اللعبة السنادي هي والباريس بس باريس مش حسن حاجة ففرنسا هي هتلاقي كله برعب بيه بس نجحزين هتكونوا بعانا بعد كده في اي بطولات نعملها في الجول الله ايزني انا ايزني انا الله بالتوفيركو اتو الاتنين كوندي موسيقى ترجمة نانسية الزفراعي Obyo with a timely intervention Klos now Griesman and that is how to beat your opponent with a really good pass شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا شكرا للمشاهدة 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 شكرا شكرا للمشاهدة 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 موسيقى 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 دمبلي غيزمان يسهل فيه موسيقى من المساعدة موسيقى 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 وفرانس يسلط على المساعدة موسيقى موسيقى وفرانس وفرانس حسنا موسيقى 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 الموسيقى موسيقى اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر والبطل معنا هو يوسف يوسف اللي قدر يكسب البطولة والنسخة الأولى من البطولة ويفوز بجائب إزة جهاز بلاي ستيشن 5 مبروك يا يوسف طبيب الله بارك فيك حبيب اسلام لي نهائي كان صعب ودام عبد الرحمن اعتقد ان انت بدايتك الكويسة فيه هي اللي حسامته لصالحة بالضبط طبعا عبد الرحمن من احسن ناس في مصر وفي أبوه في أفريقيا ودائما معي في البطولات دائما بنلعب نعيات مع بعض حفظين بعض فأنا استغلت أول ماتش الماتش بعد حمله شوية في أول تلت ساعة جيبت تلات تجوان وقدرت ان انا حفظ عليهم لغات آخر الماتش والحمد لله قدرت اتواق بالبطولة 3-2 نتيجة كانت متقربة وانتوا الاثنين بتلعبوا في فرنسا فرنسا فعلا اللي كان اللعب اللليل فضل في ان انت اخذت البطول كلمة فيه طبعا انا احسن لعبت في اللعبة كلها مش فرنسا بس بروك يا يوسف اعتقد انت وعبد الرحمن يعني رايحة جاية بينكم انت بتكسبه ساعات وابيكسبك ساعات في النهائي بالضبط دايما المشارات متقربة ومشارتنا دايما جميلة وممتعة وإحنا صحاب في الأول وفي الآخرة في اي حد بيكسب بالتاني ما بيزعلش يعني انهو ضع بسيط لا مبروك يا يوسف ويعني اتمنى انت تكون مش اخي مرة تكسب معانا وتكسب كتير معانا في بطولات جاية ان شاء الله ان شاء الله مسلم منكم بطولات وشكرا على التنظيم في الجول وبسكريم ودايما عايزين بقى على طول منكم كده بطولات مش اول مرة بس حابي شكرا يوسف وشكرا ليكم على متابعتكم وان شاء الله فعلا يكون عندنا دايما بطولات كتير على في الجول وبراعاية بسكريم ويبقى معانا افضل تانين كتير شكرا